تشهد السجون العراقية منذ عقود طويلة تعذيبا نفسيا وجسديا ويتفنن السجانون في إذلال المعتقلين والتعنيفهما وسط غياب أفسط الحقوق لهؤلاء الضحايا دعوة رئيس الوزراء إلى من تعرض للتعذيب أو أخذت اعترافاتهم بالإكراه إلى تقديم شكوى معززة بالأدلة قرار أعاد الأمل لأمهات المعتقلين في السجون العراقية الذي أسفر التعذيب لانتزاع اعترافاتهم بالقوى وانتهت بأحكام قضائية قاسية بحقهما راحنا وكيفنا من قاله والتاد السوداني راح يعيد المحاكمة وإحنا نشكره وجزاء الله الفخير بل كت الله يطلع مو مثلهم هم يطينا أمل والأمل بأله ولدنا تعبى ولدنا مرضى ولدنا يعني ما كلهم احترام بالسجين من التعذيب والعظيم من التعذيب يعني حيل عزبيهم وأخذوهم لعد واحد أول شهر يلي أخذوه يحكموه بالإعدام أول شهر حطوا لهم كاسيتات ويابا هاي أم عود يابا اعترف راح يأخذوني لو مرت تعيط شنو هاي شنو الظلم هاذي شنو الجلوزة هاي هو إحنا من قابله هو يحكي يعني يقول والله ظلم وكل شي غالي وعلاج ومراض يقول وتعذيب يقول كل شي حتى مخابرات ما قاعد يخابرون اللهم ينطونهم يعني خمس دقائق بس شوفوا عد اللي بتقعدهم بعد وتؤكد المعلومات عن موجود حالات تعذيب وإساءة في التعامل والابتزازة كوسائل الانتزاع الاعترافات إذ يؤكد المحامون والمعليون بحقوق الإنسان بانتشار مثل هذه الأعمال فضلا عن روايات الضحايا التي لا تترك مجالا للشكة دائما تجينا أو توصل لنا مزاعم عن حدوث عمليات تعذيب أو وساءة معاملة للمواطنين والحكومة العراقية أيضا أصدرت قرار حول تقديم البلاغات والشكاوي في حال إذا أحد المواطنين أنه تعرض إلى تعذيب أو وساءة معاملة نرى أن هذه الخطوة إيجابية ويكون هنا محاسبة للأشخاص الذين هم متورطين بعمليات التعذيب أو وساءة معاملة فيما تصاعدت الدعوات الشعبية في العراق لإلغاء قانون المخبر السري الذي أصفر باعتقال آلاف المدنيين ظلما بتهم الإرهاب وصدور أحكام قضائية بحقهما جرى انتزاع الاعترافات منهم تحت الإكراه والتعذيب عمر محسن قناة دجل الفضائية محافظة الأنبار محافظة الأنبار